الحملة الوطنية التحسيسية الثانية والعشرون لوقف العنف ضد النساء والفتيات تنطلق بالرباط حول موضوع من أجل وسط أسري داعم لتنشئة اجتماعية خالية من العنف ضد النساء وستشمل هذه الحملة سلسلة من الأنشطة على المستويين الوطني والجهوي إلى غاية العاشر من دجنبيرا المقبل هذه الحملة الوطنية تندرج في إطار تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى النهوض بأوضاع النساء والارتقاء بهن في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية هذا التخليط يأتي أولاً في حد سياق دولي لمرتابة بالحملة الدولية لمناهضة العنف ضد النساء التي تبدأ نهار 25 نوفمبر اليوم الدولي لمناهضة العنف ضد النساء كذلك يندرج ضمن تنفيذ التوجيهات الملكية السامية في إطار الرقيب وضعية المرأة المغربية وكذلك في إطار البرنامج الحكومي الذي جاء بعدد من التدابير لفائدة المساوة بين الجنسين بشكل نعم هذه الحملة تتوخى دعم الأسرة ومحاربة مختلف أشكال العنف داخلها مما يمكن من تنشئة جيل واع بحقوقه وواجباته وبرنامج صندوق الأمم المتحدة للسكان يسعى إلى تعزيز نطاق شراكته مع المغرب من خلال الالتزام الجاد بتفعيل مختلف المبادرات الأممية الرامية إلى حماية حقوق المرأة الحملة الوطنية تأتي كذلك في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة لتوفير بيئة أسرية آمنة ورافضة للعنف كما تنسجم هذه الحملة مع رؤية النموذج التنموي وخاصة في تبني سياسة عدم التسامح مع العنف ضد النساء